مفهوم الزنا تحت عنوان حلقة عن مفهوم الزنا وفكرة الكتابة عن مفهوم الزنا في المسيحية أخي ليك رولوس أرحب بك من جديد شكرا أخي أفضل ساعات بنشوف أن المسيح جاء بأفكار أنا أحطها بين قصين وأتمنى تعلق عليها أفكار ثوراجية الأفكار ليس أقصد الثورة بالسيف والسلاح والحرب لكن الثورة الفكرية علشان كده إنجيل متى أصحى خمسة وعدد سبع وعشرين أنا أقرأ الآية دي عشان المشاهدين قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى امرأة اللي يشتهيها فقد زنى به بها في قلبه وإحنا بديتكلم عن مفهوم الزنى أنا بشوف شوية المفهوم صعب وشوية أزانة نتعودت أن المفهوم شوية مش محبوب لكن هل ممكن ندي مفهوم الزنى أي كلمة رخيز أي كلمة صغيرة؟ الخطيئة خطيئة بشعة جدا رهيبة وأرجع لكلمة الله عشان أعرف إيه المفهوم بتاع كلمة الزنى لها تلت معاني في كلمة الله المعنى الأولاني معنى حرفي المعنى الحرفي للزنى هو إقامة علاق جنسية غير شرعية خارج إطار الزواج ولها معنى مسيحيا اللي حضرتك أريته من متى خمسة في الموعز على الجبل كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها في قلبه فقد زنى هو مجرد النظر الشهواني ليست النظر العادية أن أرى امرأة وأسلم عليها أتكلم إليها لكن النظر الشهواني المحمومة الناجسة وهناك معنى روحي لكلمة الزنى هو إقامة علاقة مع إله غير الله فالرب تكلم في العهد القديم عن هذه العلاقة أنها علاقة زنى روحي حتى أن أساف قال في مصبور 73 في النهاية قال عن كل الأشرار تهلك كل من يزني عنك يعني من يتعلق بإله غير الرب ويصبح هناك سيد على حياته غير الله اسمه زنى روحي يعني ممكن دلوقتي أنا مش بازني بطريقة حرفية لكن ابتعادي عن الرب الكتاب يقول عنه أنه زنى ناس ابتعدوا عن الله ألستم تعلمون أن محبة العالم هي عداوة لله ربنا يحمينا ورحمنا أمين لكن أنا عايز أتكلم خلينا في المعنى الحرفي بقى أيوة خلينا في المعنى اللي الكل يعرفه الزنى بمعنى الحقيقة عند البشر أنا عاوز وحضرتك تتكلمنا عن مفهوم الزنى أنا كمان والمشاهدين عاوزين طب ما هي الأشياء التي تقود إلى الزنى يعني أنا متأكد لكده مش من يوم وليلة تحصل الموضوع لكن هناك طرق ومراحل تأخذنا إلى الموضوع ده ما هي الطرق التي تقود إلى الزنى أحب أقول في البداية أحبائي هدف كلبنا في الحالة دية أن ربنا يرحمنا ويحمينا من الانزلاق إلى هذه الخطية التي قال عنها الكتاب تركت كثيرين جرحة وكل قتلها أقوية هناك أمور أخي أفضل زي ما سألت بتقود تدريجياً انحضاراً متوالياً نحية خطية الزنى أولاً هو الزنى واحدة من أعمال الجسد الجسد الطبيعة الشريرة الموجودة في كل إنسان من ضمن شهواته هي الزنى ودوة نقرأ عنه في غلطية أصحح خمسة أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنى عهارة نجاسة نمرأ اتنين الأمر الثاني اللي يقود إلى الزنى أي الشهوة إيه هي الشهوة؟ رغبة نجسة محمومة تريد أن تدفع بالإنسان زي الطيار الكهربائي إلى ممارسة هذه الخطية وإلى عدم كبح جماح الجسد الشهوة التي قال عنها الرسول يعقوب لأن كل واحد يجرب إذا انجذبا وانخدعا من شهوته لأن الشهوة إذا حبلت ثالث خطية والخطية إذا كملت تنتج موتاً الشهوة المحمومة التي تدفع الإنسان وتقود إلى الزنى نمرأ ثلاثة فراغ القلب فراغ القلب القلب الفاضي عايز تملل أي حاجة والرب يسوع أكد في مرء السبعة واحدة من الخطايا هي الزنى وهذه الخطايا تخرج ليست تأتي من الخارج مش لإني لقيت مناظر قبيحة حولي وناجسة فأنا اشتهيت الزنى لكن الزنى أساساً مصدره خارج من داخل القلب فقال الرب يسوع لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرجوا الأفكار الشريرة وبدأ بالزنى والنجاسة والعهارة عشان كده محتاجين أحباء الأفاضل أن قلبنا يتميلي كل يوم أن قلبنا يشبع بالرب كل يوم مش ممكن يشبع قلبك غير الرب الرب يسوع حاجة أخيرة كمان النظرات النظرات أحباء الأفاضل عايز أقول أن هناك مناظر خليعة وناجسة حولنا في كل مكان من المطروح تفتح الإنترنت التلفزيون الشارع محطات الإقطار والأوتوبيس في كل مكان حتى في داخل الكنائس توجد مناظر خليعة لتمجد الله صحيح وخلي بالك من نظرك خلي بالك من عينيك قال داود اللي وقع بسبب خطية النظر قال مصليا يا رب حول عينيه عن النظر إلى الباطل اللي خلى داود أخ أفضل يقع في خطية الزنة مع بس شبع نظرة بس بس نظرة كان على السطح ونظر امرأة عجبته وبعد كده زان محة لكن أقول أخيرا كمان أن هناك دافع أو سبب آخر للزنة العثارات العثارة يعني العثارة يعني أنا أعمل حاجة شنكل بها لقداني المعنى البسيط بتاعها حضرتك ماشي أنا أفرد رجليا أو أعك برضو الزنة كده الزنة يأتي بسبب عثارة يعني واحد واحد يغوي امرأة أو امرأة تغوي رجل رجل يعني إحنا نقول داود أخطأ وزنة لأنه نظر لا بس في حاجة تانية كمان المرأة التي رأاها داود كانت في وضعه منظر ما يلقش تظهر بيه امرأة قدام الناس فإن كان داود أخطأ وزنة وربنا تدله على دماغه وخد أجرت خطيته لكن كمان بث شابع مشتركة معاه في الجريمة لأنها عصرته ولننسى أخيرا أن هناك أرواح شريرة تلف وتحوم حولنا في كل مكان من ضمن الأرواح اسمها روح اسمه روح الزنة يبقى قلت فيه كذا سبب الوقت أول حاجة عمل الجسد نمرة اثنين الشهوة المحمومة نمرة ثلاثة هو الفراغ الفراغ القلبي والعصرات العصرة النظر عمل الأرواح الشريرة لكن ألم سيب النقطة دي عايز أقول لحبايبي عندنا إله حلو وعظيم ومحب وقاوي قال عنه الكتاب من سمى يقدر أن يخلص إلى التمام أنا جاب لي مدخل في نقطة الرجاء الموجود دلوقتي بس يعني العهد القديم بيقول لي لا تزد يعني إمتى يطبق علي الخطيئة دي خطيئة لو زنيت صح؟ أعيو لكن أنا بشوف شوية الكتاب المقدس بيضيق الخناك شوية على الناس والمسيح نفسه قال لا تنظر يعني يعني أنا لو أنا وهي مش هنأثر على الآخرين يعني لو أنا بازني لا معلش قبل ما سمع سؤالك أفضل المسيح ما قالش لا تنظر معلش لا أحد يسمعنا ويأخذ المفهوم غلط المسيح ما قالش لا تنظر لإمرأة لا كل من ينظر ليشتهيه يشتهيه المسيح منع النظر الشهوانية لكنه لم يمنع النظر لإمرأة أكيد لكن أنا بتكلم عن النظر اللي تكلم فيها المسيح النظر الشهوانية المحمومة الناجسة آه في إنجيل متى خمسة سبعة وعشرين أيوة كل من نظر لإمرأة يعني حتى النظر أيوة أنا لو أنا الاتفاق بينه وبينها وهي موافقة على الخطيئة دي وكمان الأمر ده مش هيئز الأخير ليه يعتبر الكتاب مجدس بيقوله عن الأمر ده خطيئة يعني آه ليه بيقول عنه خطيئة لأنه في عدة أسباب السابق الأولاني أنه آه هذه الخطيئة هي خطيئة موجهة ضد الله الخطيئة دي موجهة ضد الله ضد الله كيف قال يوسف حينما أرادت أن تغويه امرأة فتفار ليصنع معها الشر ويزني معها قال يوسف كيف أصنع هذا الشر العظيم وأعمل إيه وأخطئ إلى الله أخطئ إلى الله وبعدين من ناحية أخرى كمان هناك أمر في غاية الأهمية وهو إذا بدأت علاقة مع أي امرأة أو أي فتاة علاقة خارج إطار القداسة أو خارج إطار الزواج المسيح الذي قرر به الكتاب المقدس فهذه العلاقة هي علاقة ستقود إلى الضمار تقود إلى الضياع تقود إلى الموت الأبدي قال الكتاب المقدس أما الزنات فسيادينهم الله القانون مش متساب أنا شايف إيه يعني أنا بصراحة شايف إنه ممكن هو وقتي لك الوقتي يعني بصراحة ما حدش يقولي حكي أنا جامعة يعني أنا شايف كده كويس أو بصراحة أنا وإنت متفقين الوقتي نولع في المكان اللي إحنا عاديين فيه تخيل معايا كده معلش معلش هو مش هو بالاتفاق مش بالاتفاق الوقتي أي يعني هو وهي متفقين يعملوا الحاجة دي تمحاش ليه حاجة عندهم طب إيه رأيك أنا وإنت متفقين نولع في المكان دو هل هذا الاتفاق هل هذا الاتفاق ها اتفاق صحيح رغم أنه أنت مفقين عليه يعني جز حضرتك عايز تقول ممكن أنا جتلت واحد وجي أهل القتيل ويجال له إحنا مسامحينك لكن القضاء ما زال يطلب حق آه عايز أقولي إيه بقى في الأمثلة دي كلها أن الفيصل في القانون ليس ما يراه الإنسان صحيحا أو خطأ الفيصل هو القانون الإلهي الذي قال لا تزمين لا تدخل في علاقة مع فتاة أو امرأة حتى لو سمتها علاقة بريئة فهذه العلاقة البريئة ستقود بعد كده إلى الضمار وإلى الضياء يعني ما ينفعش حد بيشاهدنا يقول لك يعني أنا متزوجة بس ليه علاقة بريئة مع امرأة أو امرأة تقول العكس برضو أنا متزوجة لكن يعني علاقة بريئة يعني بنحباك هل الدرجة ده أحباء الأفاضل أي علاقة خارج إطار الزواج هي الزنة حتى لو بتسميها علاقة بريئة وحب أرجع معاكم بسرعة إلى سفر الأمثال أصحح سبعة يصور لنا سليمان الحكيم علاقة بدأت شكلها بريئا وانتهت بالضياع والموت بأمثال أصحح سبعة هختصر الإريات عشان ما طولش على حضراتكم جاءت امرأة وقالت لغلام صغير عدد 18 هلما نرتوي ودا إلى الصباح نتلزز بالحب علاقة تبدو أنها حب وود وتلزز فقط وكيف انتهت هذه العلاقة أغوته بكسرة فنونها بملشة فتيها طوحته كانت النتيجة حتى يشق سهم كبده كطير يسرع إلى الفخ وفي الآخر يقول لنا الكتاب طرحت كثيرين جرحة وكل قتلاها أقوية أخ إليه هنوصل للعواقب الوخيمة من ناحية الزنة لكن بعد الفاصل لو أنت الشخص دول اللي صوت الله بيوضح لي من خلال الحلقة النهاردة ابقى معنا ما تروحش أي مكان في رسالة خاصة من الرب ليك انتظرنا هنرجع ليك بعد الفاصل مرة تانية أحباء نرجع ليكم في الجزء التاني من الحلقة كنا بنتكلم في الجزء الأول عن خطيئة الزنة نرجع مرة تانية وإيه الرب عايز يكلموا لينا كلنا في كل العالم أخ إليك رولوس مرة تانية برحب بحضرتك في الجزء التاني شكرا جدا أخ أفضل ربي بارك بنتكلم عن خطيئة صعبة شوية حتى على مسامعنا صحيح وليها جزء من الإحباطات النفسية وتكلمنا من سفر الأمثال عن أضرارها وعواقفها أنا عايش شوية كمان جبل مجدم العلاج إيه عواقفها إيه نتائج بتاع خطيئة الزنة دي هدف الكلام لي والأحباء الأفاضل أن الرب يحفظنا صلى يعبيس قديما وقال ليتك تبركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر لألا يتعبني فآتاه الله بمسأل الخطيئة متعبة ولا سيما خطيئة الزنة هناك بعض العواقب والنتائج المريرة ألخصهم في بعض النتائج المعدودة والمحدودة النتيجة الأولانية هي إهانة لله شخصيا فقال يوسف لإمرأة فتفار هذه الكلمة كيف أفعل هذا الشر العظيم العظيم النهاردة الأفلام الأفلام العربية والأجنبية بتسهل خطيئة الزنة إيه يعني make love ده حب دي حلقة حلوة دي جميلة ولسيما المخرجين والمنتجين يتفننوا أنه يرسموا كيف أن البطل والبطلة تمتعة واستراحة وعايشين حياة لذيذة إنها صورة مشوهة لخطيئة رهيبة قال عنها يوسف الشر العظيم الشر العظيم وأخطئ إلى مين وأخطئ إلى الله النتيجة الثانية أن خطيئة الزنة هي إهانة لجسدي هي إهانة لجسدي الرسول بوليس يقول في رمية واحد عن هؤلاء الذين سلكوا طريق الزنة والشزوز ها؟ أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض لإهانة أكسادهم بين أنفسهم مش بس كده وفي أصحح ستة يمكن من رسالة التانية يقول رسالة كرونسوس التانية أصحح ستة يقول لنا أنه من يزني يخطئ إلى جسده نمرة ثلاثة العاقبة الثالثة لخطية الزنة عقدة الزنب والضمير الضمير الملوث كم قابلت من أشخاص ضحق عليهم الشيطان والشهوة المحمومة لمجرد دقائق معدودة وعاشوا بعدها بسنوات طويلة يعانون من عقدة الزنب اسمع ماذا يقول الكتاب في سفر الأمثال أما الزنب امرأة فعاديم العقل المهلك نفسه هو يفعله ضربا وخزيا يجد وعاره ليمحى عاره ليمحى أقول كمان نتيجة تانية لهذه الخطية ممكن نقرأ سفر الأمثال مع بعض أصحح ستة أخ أفضل عدد ستة وعشرين أمثال ستة نعم لنجد نتيجة مرعبة أخرى لخطية الزنب ستة ستة وعشرين أمثال ستة ستة وعشرين بيقول لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز وامرأة وامرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة يبقى بسبب امرأة زانية يفتقر المرء رغيف خبز رغيف خبز الزنة يقل البركة يا أحباء الأفاضل خلي بالكم مش بيقول الكلام دوت لشيء ربنا عايز يحفظ حياتي وحياتك ربنا عايز يديم البركة عليك وعلى جيبك وعلى بيتك ليه تقل البركة عن حياتك بسبب خطية واحدة قال عنها المرنم شهوة القلب مرار تاجوها خزي وعار لزة أم جمر نار متعة جرى الضمار جابت وراها الضمار من ضمن الضمار يفتقر المرء إلى رغيف خبز أقول حاجة كمان تاني فضل النار الأبدي النار الأبدي لا مش أي حاجة دي لا دي النار الأبدي يؤكد الكتاب في سفر الرؤية أكثر من مرة بهذه الكلمات أن الزنا أول الصف والصحرة وعبدة الأوسان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني يعني أنا بحس كده أني بيقول لواحد أنت عندك مرض وحش بس كيف أحفظ إيه هي الطرق اللي ممكن أنا بتكلم عن نفس الشخصية لو أنا وجحت في كده لو أنا إبليز ضحك علي السنة اللي فاتت وبحس أن الضميري بيشتكي علي في الوقت كيف أحفظ نفسي طاهر معلش أجل السؤال دوت بعد شوية أخ أفضل أقول ما هو العلاج لواحد وقع الأول في الخطيئة بعدنا نتكلم على كيف أحفظ نفسي أنا يمكن واحد بيشهدنا أو واحدة وتعبان لأنه وقع في خطيئة زي كده ومحتاج علاج يعمل إيه العدو يقول له مفيش فايدة يأم يقول له حاجة من اتنين كمل بقى في السكة اللي أنت فيها ما خلاص ما انتغلت مرة واحدة أو يقول له انت حر لكن عايز أقول له أحباء الأفاضل ولنفسه يوجد علاج لكل مخطئ ليس خطيئة الزنا فقط بل أي خطيئة من أي نوع يوجد علاج لك في الرب يسوع المسيح الذي مات على عود الصليب حاملا زنبي وذنبك يوم أنقيل عنه وهو معلق الصليب وهو مجروح لأجل معصينا مصحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنى من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا خطيتك اتحطت على راس المسيح بس مطلوب مني ومنك أعمل حاجة النهاردة أرجوك توب النهاردة توب النهاردة ارجع للمسيح بتوبة بدموع بتوبة ودموع اعم زي ما عمل دقود لما قال ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كسرة رأفتك ام حماعصية اعم زي ما عمل دقود لما قال اعوم كل ليلة سريري بدموعي توب عن الخطيئة اقطع علاقتك بمن مشيت معاه في الحرام قبل كده اعم زي القديس أغسطينوس لما جات له عاشقته وخبطت عليه بعد التوبة والرجوع لربنا قال لها اغسطينوس اللي انت عرفاه مات اذا احتاج الى توبة احتاج الى توبة احتاج ان اختسل بدم المسيح والرب فتح حضنه لكل من يرجع الى المسيح وايضا محتاج ان اقطع صلتي بالماضي الاثيم ودم يسوع المسيح يغسل ويطخر من كل خطر طب برضو سؤالي زي ما هو انا قبلت يسوع دلوقت ايوة هل ابليس هيسيبني بتأكيد لا طيب كيف احفظ نفس طاهر في الوقت اللي جاي بقى انا وجهت الفترة اللي فياتت لكن محتاج المستقبل يشهد عن صفحات حلوة في حياتي والناس تشوفي يا صمر الروح القدس وهذا الكلام اللي هيتقال دلوقتي مش لمن اخطأ لا ده انا شخصيا محتاج الي صدقني انا محتاج شخصيا انا محتاج اصلي كل يوم يا اخ افضل صدقني وحضرتك وكل احبقنا محتاج ان اصلي كل يوم اقول له رب باركني احفظ من النشر حتى لا ياتلني وسع تخومي لتكن يدك معي وتحفظني ان الشر الشر ما لهوش كبير يا اخ افضل فالخطيئة على فكرة الخطيئة ما تجريش وراء الصغيرين بالمناسبة طرحت كسرين جرحة كمل معايا وكل قتلاها اقوياء الخطيئة تنقى مين اللي عاملين نفسه مش بيجعوه الكبار الخدام الاسس قادة الاجتماعات اه ما تنقش اي حاد عشان كده بقول للنفسي اولا وبقول لكل احباء اللي بيخدموا كمان خلي بالكم خلي بالكم يا خدام خلي بالكم يا اللي بتحبوا الراب يا اللي بتخدموا الخطيئة دي بالذات هتجري وراكم لكن بطمنكم من كلمة الله استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي ارجع لسؤالك كيف احفظ نفسي بنعمة الله الامر الاولاني الهم جدا اشبع بالرب وبكلمته فمكتوب النفس الشبعانة تعمل ايه تدوس العسل تدوس العسل يعني لو حضرتك عزمتني كده اخر افضر ان شاء الله تعزمني بنعمة الله بنعمة الله بتشرح لو انت عزمتني على اكلة جميلة جدا وحلوة ماشي وش بيعت قوي وبعدين جي بعد كده واحد جاب لي افخر الحلويات والمأكلات قال لي يا خلية يعني اتفضل كل حاجة اقول له مش قادر مش قادر سداني ما قادر بص الأكل انا عايز اتكلمة دي حتى مش قادر بص الأكل مش قادر بص الأكل عارف انا عايز اقول ايه الواتي لما اشبع بالرب وكلمته كل يوم الشيطان يعرض علي الزنا النجاسة الخلاعة الهوى الشهوى الردي زي ما قال الكتاب يا جماعة مش قادر اصلا شبعان شبع فيك بارتوي منك انت الهي وعيني عليك قال يا داود للرب امامك شبع سرور في يمينك نعم الى الابد اشبع بالرب وكلمته اخويا اخت الفاضل اتنين خليك في الحضور الالهي باستمرار تقصد ايه بالحضور الالهي دا يعني يعني وانا موجود في كل مكان استحضر الرب قدامي يوسف في بيت فتفار في مصر لكن شايف ربنا قدام ومالي البيت جعلت الرب امامي في كل حين بالزبط انا راكب المواصلات ربنا حاضر قدامي انا في مكان مغلق معيش حد الرب حاضر قدامي انا هنا وهناك الرب قدامي كن في الحضور الالهي باستمرار داود لما قال جعلت الرب امامي انتصر لكن لما نسي الرب قدامه هو على السطح وقع وكان سقوطه عظيما نمرة 3 اهرب اهرب من الخطيئة الكتاب قال لنا قاومه ابليس مش كده لكن عند الخطيئة دي قال لك اعمل ايه اهرب اجري اجري معمش فيها شاطر وقف كده قدامي الخطيئة وقول لا يعني لا انا كبرت يا عم انا متجوز يا عم لا يا حبيبي الخطيئة دي بالذات اللي هي الزنا والنجاسة والعلاقات النجسة عايز اهرب يا حبيبي اتعلموا معايا ان تهرب وانا من الخطيئة قال بوليس لابنه تيميساوس وتيميساوس دا كان راجل اسقف مش صغير قال له اما الشهوات الشبابية فاهرب منها اهرب من الانترنت من السايت ما تقلبش فيه اقفل على طول اهرب من تقليب قنوات التلفزيونية اهرب من فتاة او امرأة بتحاول انها كبويت مش كده من المجلات الى اخره الى اخره حتى لو في الكنيسة حتى لو في الكنيسة ارادت امرأة غير غير شريفة او رجل غير شريف اهرب منه بسرعة والشيء الاخير اتبع البر والايمان والمحبة مع جماعة المؤمنين خليليك علاقات مع المؤمنين وازب على الاجتماعات الروحية احضر اجتماعات الصلاة اجتماعات درس الكتاب خليك في اجتماعات فيها الرب يسوع امتلئ بالروح القدس ببساطة اقول اشبع بالرب وكلمته نمرة اتنين الحضور الالهي الدائم نمرة ثلاثة الهروب من الخطيئة نمرة اربعة اتبع اتبع وخليك مع جماعة المؤمنين في الاجتماعات الروحية المستمرة الموضوع ده محتاج تصلينا تختم لنا وقتنا الله يحفظنا الايام الجاية امين صلوا معايا احباء الافاضل يا ربنا وحبيبنا الغالي سيدنا يسوع المسيح جيين لك بنقول لك احنا غلابة ضعفة ممكن الخطيئة والشهوات ترمي بنا بعيدا جيين عند قدمك يا رب احفظنا في رضاك باقي ايام عمرنا املأنا بالروح القدس اشبعنا ادينا قوة عشان نهرب وعلمنا نبقى في الحضور الالهي ونشكرك لانه مكتوب والقادر ان يحفظكم غير عاسرين يا رب اذكر حبيبك اللي عايزين يعيشوا في القداسة كمان اديهم نعمة وبركة وقوة واسكر كل من اخطأ يا رب رشوا بدمك ورجعوا اليك لك في المسيح كل الحمد اخي اليك رولوس بنشكرك لاجل اعلام حقائق كتابية نحتاجها في هذه الايام في هذا الموضوع الى حلقة جديدة احبائي ابق تبلينا رسلنا مشتاقين نسمع اخبارك مشتاقين نعرف ايه القرارات اللي خدتها في حياتك محتاج اقرأ منكم رسائل في الايام الجاية والى حلقة جديدة من حلقات بين الحقيقة والزي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة